ده مش الجزء الثالث ده المسلسل كامل الموسمين الجزء الثالث هتلاقيه في الاخر بعد تلاتين ديئة نص ساعة بالزبط وده علشان خاطر لو حد كان نسى الاحداث بتاعت الجزء الاول او التاني او حد جديد وعايز اصلا اتفرج على المسلسل كامل فالمسلسل كامل هوت الجزء الثالث هتلاقيه في اخر تلاتين ديئة ويلا سلام نبدأ فيه اه سلام ايه يلا نبدأ اه اه لاحظة لاحظة معلش انا اكيد مش هقولكم بقى ما تنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك وتفرحوني الفيديو وصل 15 الف لايك وانا لسه برضو ما بدأتش وده علشان الامتحانات فدعونا بقى ربنا يوفقنا كلنا وينجحنا وكل الناس اللي بتمتحن ويلا بينا بيحكي المسلسل بتاعنا عن زمن طلع فيه حاجة اسمه منبه الحب وده كل اتنين بيحبوا بعض بيعرفوا وده عبارة عن تطبيق بيبقى على التليفون ولو الشخص اللي بتحبه على بعض 10 امتار منك التليفون بتاعك هيرين ولو انت بتحب الشخص ده فالتليفون بتاعه هيرين وبكده نبدأ المسلسل بتاعنا ما تنساش لو عجبك تفعل جرس التنبيهات وتتعامنا بزر لايك وتشترك في القناة وتستنى الجزء التاني دي هي جوجو بنت طموحة وكفوحة قعدة مع خاليتها بعد ما ابوها ووالدتها توف وسبب الوفاة ده سر غامض هنعرفه طول ما احنا ماشيين في المسلسل واللي جنبها دي صاحبتها الوحيدة الانتيمة وبعد ما بيخرجه من المدرسة بتروح جوجو علشان خاطر تشتغل في مطعم واللي شغال معه في المطعم ده يبقى زميلها ومعجب بيها بس هامش واخد باله منه واسمه هو يونج وبيظهر مشهد وفيه شخص لسه راجع من السفر واسمه سون وده شخص مدلل عايش حياة مرفقة ابوه وامه مشهورين وبيكون رايح عند صاحب يونج اللي شغال في المطعم مع جوجو وبيلاحظ سون ان يونج ماشي ورا جوجو ومعجب بيها فبيقرر ان هو يرقبه من غير ما ياخد باله وبيفضل ماشي وراه وبتركب جوجو علشان تروح وهنا بتبقى اول نظرة ما بينها وبين سون ولما بيروح يونج بيكون سون مستنيه هناك وبيبدأوا يسلمه عليه وبنكتشف ان يونج قاد في الفيلا بتاعت سون لان والدته شغال عندهم ونروح لجوجو اللي بتكون شغالة في المحل بتاع خاليتها وبتحاول انها تسد الدين اللي كان على ابوها قبل ما يموته وتاني يوم بيروح سون للمدرسة وبيشغل منبه الحب اللي بيرنه وما بيبطلش لانه بيبقى جديد عليها وكل البنات بدت تعجب به وبتكون جوجو في المدرسة مع حبيبها ولسه ما نزلتش منبه الحب لانه تليفونها قديم والاصدار بتاع منبه الحب ده ما بيشتغلش عليه وبتجلع صاحبتها علشان خاطر يخرجه سوا بيبدأوا يطلعوا بره ويتكلموا عن الشاب الجديد اللي قصدهم على سون وبتلاحظ جوجو ان فيه شاب اسمه دوك واقف ومستنى المنبه بتاعه يرنه وبيبص على السماء واول ما بيرن المنبه بيبدأ الشاب ده ان هو يمشي وبيبصه على السماء علشان يتفاجه بان فيه سحابه على علامة منبه الحب ودي بتبقى احتفالية بمناسبة تحميل 10 مليون للتطبيق وبعدها بيروح دوك علشان خاطر يبص على البنت اللي معجب بيها ودية بتبقى قريبة جوجو اللي هي بنت خالتها بس قريبتها الخنزيرة بيباني انها معجبة بسون وبيكون دوك ماشي كده فبيخبط في زميلاتها بالغلط فبتبص له كده بقرف وبيباني انها مش بتحب ولا طيقه لما بيكون سون ويونج راجعين للبيت بيشوف سون جوجو ماشية فبيطلب من السواء ان هو يمشي وراها فبيستغرب يونج وبيقول انت بتعمل كده ليه فبيقوله علشان خاطر هي دي البنت اللي عجبك فبينكر يونج انها معجب بها رغم انها معجب اكيد وبالليل بتكون جوجو شغالة في المطعم يونج بيكون بيبص عليها وبيدور عليها بس فجأة بتظهر وبتطلب منه ان فيه طاولة معينة محتاجة فحم ودي بتكون اول نظرة من جوجو اليونج علشان تعرف بوجوده في الدنيا وبيكون سون شغال عارض ازداء فبتجيله والدته بتطلب منه ما يكلش اكل معين وبيباني انها بتتعامل معها باسوء عكس الامهات التانية وتاني يوم في المدرسة بيكون سون ماشي كده وبيلاحظ ان فيه شخص مستخب في الشجر فبيكرر يروح يقعد ويدار عليه وبيتكون الشخص ده هي جوجو ومستخبها من حبيبها لانه عايزها تخرج معها في مكان وهي مش فادية ووراها شغل كتير فبتحول انها تستخبها منه وبتطلب منه يعمل نفسه مش شايفها فهو بيقولها حاضر وبينادع لحبيبها علشان يعرف انها مستخبها هنا فبياخدها وبيروح يتكلمه وبيقولها انت بتستخب مني ليه فبتعرف انه ووراها شغل كتير ومش عايزها تروح النهاردة لأي مكان وبتعرض عليه ان هو يجي سعيده علشان خاطر تخلص بسرعة هو بيرفض وبيعرف ان الشغل مفوش اي مطعب وبعدها بتروح جوجو المستشفى علشان خاطر تزور جدتها وبيباني انها اغلى حد في حياتها بعد ما ابويها توفه ولما كانت جوجو بتتماشى وراحت محل الميكب علشان خاطر تشتري شوية حاجات بيعد السون من قدام المحل ولما برضه كانت ماشية بتلاحز ان السون ماشي غراها فبتعف وبتكلمه وبتقوله انت بترقبني ليه فبيعرف انه مش بيرقبه وان ايدي طريقه زي ما هو طريقه وبعدها بيكمله ماشي وبعدين بيوقفه عند ممر وبيقولها ان انا عايز اقولك حاجة فبتسأله عنها فبيقولها اقولها لك جو وهناك بيوقفها وبيعرف ان هو عايز يبوسها فبتقول انت عبيت يا ابن انا وراي شغل ومسئوليات وعنده حبيب اصر والكلام ده انت اكيد ما تعرفوش لان انت عايش حياة في اصر وقالتك مرفع فبيقولها على فكرة انا حياتي دي ات مش عجباني وقالت مصدر ازعج ليه وبيعرف ان هو عايز يدوق الزيبيب وان ان انت كده كده معجبة بيها لانك سمعت كلامي وجيت وراي من غير ما تعرفي السبب حتى وبترجع جوجو وبين عليها انها مبسوطة وبيروح سون برضو هناك بيتكلم مع يونج وبيسأله لو هو معجب لسه بجوجو فبيعرف ان هو مش معجب بيها فبيعترف ان هو دوقها الزيبيب النهاردة فبينصدم يونج كده وبعدين بيسيبه ويمشي ان جوجو حملت منبه الحب بس بتستقرب لانها محملتوش وكانت لسه رايحة تقوله بس هو بيسيبه ويمشي لان الحسه بدأت وبيكون صاحباتها المقربة هي اللي معجبة بيه وبتحبه ولما بتكون قريبة جوجو الخنزيرة واقفة مستنية سون يعد من جنبها علشان خاطر منبه الحب بتاعها يرن بيخش سون نطاق العشر امتار وبيرن فعلا بس بيخرج من النطاق والمنبه لسه بيرن فبتتفاجئ بان دوق هو اللي بيحبها وما كانش سون فهو بيقرب منها وبيروح لها وبتكون هي مصدومة وبتبدأ تتعامل معها بحقارة وبتهرب منه وفي نفس الوقت برضو جوجو كانت واقفة مع صحابها وبتلاحز النسون جاي فبتبدأ تهرب منه بس هو بيقدر ان هو يمسكها وبعدها بيقولها انت بتهربي مني ليه فبتقوله عادي انها ما كانتش عايزة تشوفه مش اكتر فبيطلب منها رقامها علشان خاطر لو حبي يشوفها فبتقوله مش دلوقتي وفي مرة تانية وبتسيبه وتمشي ونروح لقريبة جوجو الخنزيرة اللي مستخبية من دوك في الحمام وهو بيكون واقف مستنىها بره وبيبعت لرسالة وبيعرفها ان هو يستنىها النهاردة في المنتزه علشان خاطر يداها حاجة مش اكتر وان هو مبسوط ان هو قدر يعرفها بحقيقة مش عاره وبتكون جوجو قاعدة في المنتزه مستنىها حبيبها وفي نفس الوقت برضو دوك بيكون قاعد مستنى قريبتها الخنزيرة بس حبيبها ما بيجيش لانه قدر اكتشف حقيقة سونو بيروح هناك وبيوريله الفيديو ليه وهو بيبوسها وبيبدأ ان هو يضربها وبيعرف ينجب كده فبيروح بسرعة وبيبدأ ان هو يدفع عن سونو بيدربوه هما الاتنين وبتلاحز في الوقت ده جوجو بان دوك قاعد بيعايت فبتروح وبتوسيه وبيبدأ يعرفها بحقيقة ان هو معجب بقريبتها بس هو بيان عليها انها مش بتبدله نفس المشاعر وتكراره وبيديها التليفون ده دية لانه عارف ومتأكد انها مش هتيجي علشان خاطر تقابل ومن هنا بتبدأ جوجو انها تحمل منبه الحب الاول مرة في حياتي وبتشوف جوجو فيديو الحبيبة وهو بيدرب سونو فبتعرف ان هو عارف الحقيقة وبتكرر تروح له وهناك بتلاحز بانه منبه الحب بتاعها مرنش ولا المنبه بتاعه رن وبينفصلوا هما الاتنين عن بعضه ولما بتروح جوجو المحل بتاع الطعام علشان خاطر تشتغل وكانت راحها متاخرة فبيطلب منها صاحب المطعم انها تشتغل لحد ما المطعم يتقفل فبتعرفه انها وراها شغلة تانية فبيلاحز في الوقت ده يونج فبيروح لصاحب المطعم وبيعرفه ان هو عايز يشتغل متاخر لانه عايز يعمل كذا حاجة وبتروح الجوجو علشان خاطر تغيره دمه وتمشي وبتلاحز في تليفونها ان في شخص بيحبها على نطاق 10 امتار بس ما بتعرفش مين ولما بتروح البيت بتلاحز قريبتها الخنزيرة ان معها تليفون جديد فبتقولها وانت سرقتيه ولا ايه فبتعرفه ان هو جاي لها هدية من دوك فبترميه على الارض كده وبتقولها انت ازاي تقبالي هدية الشبه ده من شخص مقرف وبتسيبها وتمشي وتاني يوم في المدرسة لما كانت بتعمل الارض مع بعض زميلها بتبدأ انها تتعصب عليهم كده فزميلها بيبدأوا ان هم يتنمروا عليها كده ويعرفوا ان الاشخاص اللي شبهها الناس بتقرب منها وبيكونوا بالتريوع عليها هي ودوك وبتلاحز في التليفون ان فيه صور بتتنشر لجوجو وسونو واما بيبوسوا بعض فبتروح بسرعة لجوجو بتاخدوا التليفون من ايدها وبترميه وتتعصب عليها وبتعرفها ان منبي الحب بتاعها مرنش بسببها وبتبدأ تزلال انها عايشة معهم واماها هي اللي بتصرف عليها وانها السبب في افلاس عائلتها وانها السبب كمان في موت ابويها وانها بتسرق منها كل حاجة هي حبها فبتنصدم جوجو من اللي حصل والصور اللي انتشرت والكلام اللي اسمعته وبتروح الفصل بتاعها وبعدها بتجيلها صاحبتها علشان خاطر ما تتعاملش معها وبتنكر وجودها وبكده بتنهي علكتها بها بس بيخش سون عليهم وبيمد ايده الجوجو بيطلب منها انها تطلع معها فبتطلع معها فعلا وبياخدها وبيودها المكان علشان خاطر يعرفها ان هو بيحبها فعلا ويشغل منبه الحب بتاعه بس بيخش عليهم يونجو بيلاحز في الوقت ده بان المنبه بتاعه سون رن ومعنى كده ان جوجو بتحبه بس جوجو مردتش توري المنبه لسون بتاعه ان هو بيحبها او لا وبيلاحز سون بان يونجو كان موجود وخرج بره فبيطلع وراها جاري وبيسيب جوجو علشان خاطر يكلمه وميعرفه ان هي اللي اخترت كده وبتكون صاحبة جوجو قاعدة مع الاكس بتاع جوجو دلوقت معادش حبيبها خلاص وبيتكلمها وبيعرف ان هي اللي نشرت الصور لانها هي الواحدة اللي كانت مصورها اصلا وبتعرفه انها معجبة بيه وبيتحبه علشان كده عملت كده وبيعرفها ان هو مش معجب بيها ولا بيحبها ومعادش عايز يشوفها تاني وبيسيبها ويمشي وبالليل لما كانت جوجو شغالة في المطعم وبتروح علشان خاطر تخدم ترابيزة بتتفاجئ بين القادة عليها السون والسواق بتاعه فهي بتتفاجئ فبيمدلها ايده فبتتصادى ماكتر وبتقولها انت عايز ايه برضو ما يشفهم عايز ايه هاي ايه هاي عايز ايه هاي اللحمة بايدي فبتده قوله وبتقوله ان زما يلم يعرفوش حاجة عنها وانها شغال هنا فبيقولها خلاص ده اعتبره سر ما بينه وبيني ولما بتخرج بيطلب منها انها تشغل منبه الحب علشان يعرف اذا كان بيحبها ولا لأ فبترداش تقوله بتفضل ماشي هوه ماشي وراي يقولها شغالي منبه الحب فبتقوله مش فاضي او مش وقته بس هوه ماشي وراه كلش وقت شغالي منبه الحب فبتشغلوا هم اللي اتنين بيرنوا المنبه بتاعهم فبتتبسط بان هم هم اللي اتنين بيحبوا بعض وبيكون يونج قاد في قوته بيجيله ذكريات عن ايام زمان لما كان هو صغير هو وسون وكانت والدة سون مخنوها في الوقت ده وحاولت انها تسمم سون لانها كانت زي انا منه بس هوه لاحز كده لانه كان مستخب في المطعم وحاول ان هو يلحق سون بسرعة قبل ما يتسمم ويومها يونج وعد سون بانه هيفضل يدفع عنه مهما حصلوا ان هما اللي اتنين هيفضلوا الاصحاب طول العمر ونسيب كل ده ونروح لدوك اللي بيشوف في الاخبار بانه منبه الحب بدأ يسبب مشاكل لان فيه ناس بدأت تعتادع على البنات لانهم مش بيبدلهم الحب ونتيجة للاعمال دي هتبدأ منبه الحب انه هتحذر في المدارس كلها علشان خاطر محدش يستخدمه ونروح لقريبة جيشه الخنزيرة هي وباقي البنات لما كانوا بيحاولوا يرقسه قدام راجل مشهور علشان هيختار من نوم واحدة وهي اللي هترقس معه في العرض بتاعه وبيختار بنت تانية غيرها فبتبدأ انها تتضايق وتتعصب لان حلم حياتها انها تبقى مشهورة والتاني يوم ومرا رايحن المدرسة بيكون يونج راكب العجل وراح المدرسة بس بيشوف جوجو قدامه فبيوع بسرعة علشان خاطر ما يخشش ان يتاكل عشر امتار ونتاجة اللي حصل ده هو بيتصاب في ايده وبيروح المدرسة علشان خاطر يعالج نفسه بتكون جوجو ماشية في الوقت ده وبتلاحز ان المنبه بتاعها بيرن ان في شخص بيحبه على بعد عشر امتار وبتكون مفكراها سونو بتدور عليه وبتخش قدة التمريد علشان خاطر تشوفه وبتتفاجئ بان هو يونج وبتلاحز كمان ان في شخص تاني يقرب منها على بعد عشر امتار وبيكون سونو بيقرب عليهم فبياخدها بسرعة يونجو بيخابها علشان خاطر سونو كان جاي اصلا ليونجو يطمن عليها علشان هو متصاب في ايده فبق بياخد يونجو سونو علشان خاطر يمشي ويسيبوا جوجو هنا لوحدها ونروش واقف في المدرسة اللي بيكون دوك لسه بيتعرض للتنمر لان المنبه بتاع قريبة جوجو الخنزرة بيرن منه وبالليل لما بيروح يونجو المطعم علشان يشتغل بيتفاجئ بان السواق بتاع سونو هو اللي موجود مكان جوجو فبيسأله عن السبب فبيعرف ان هما اللي اتنين خرجوا في موعد غرامي والموعد ده ان هما اللي اتنين خرجوا سوا وكانوا بيتبسطوا بوقتهم وراحوا يتزلجوا وبعد ما تزلجوا ومشوا بقى ابدا هما اللي اتنين يحبوا في بعض شوية كده ومشوا وبعدين بيروحها هناك ولما بيسيبها وتمشي بتظهر قريباتها الخنزيرة من وراه وبتعرف انها عايزة تقوله حاجة وهنا عرف الحاجة دي بعدين وبعدها بيروح سون ليونجو اللي بيقعد معاه ويتكلم معاه وبيكون يونجو متقبل الفكرة بما ان جوجو هي كمان بتحبه فهو عاد بالنسبة له وهم الاتنين يتبسطوا ومتمني الخير لسحبه وبيثبت لنفسه كده عن طريق ان هو بيروح مكان وهناك بيقرر يمسح منبئ الحب من على التليفون بتاعه هناك والتاني يوم في المدرسة بتروح الجوجو عند المدير اللي بيعرفها ان بطاعة اشتراك الطعام في المدرسة حد دفعها وبتكون مفكرة لحد ده خليتها وبتطلع من برة وبيقابلها يونجو وبيدها البطاعة بتاعتها لان هو المسؤول عن توزيحهم مش عشان هو اللي دفعهم يعني وبتروح وبتاخدوا الاكل وبتقعد وبيروح سون يقعد جنبها وبيدها اكل من معاه وبتقول له ايه دا كده ما تحرجنيش قدام الناس فبيقول له انا مش بحرجك بس انا عايز اعرف ايه انت يجابها الحلوة دي من ايه وبعدها بتروح للمكتبة فبيعدي دوك من جنبها ومعا كتب كتير كده وبيتكلم معاه وبيهزر وبيقول له ان انت وسون شاكلكم اللي اتنين بيحبوا بعض المنبه بتاعكو ران ولا لأ فبتعرفوا ان هو ران وبتتفاجئ من كمية الكتب اللي معاه بس بيسيبها ويمشي ولما بتروح بالليل بتقابل قريبتها الخنزرة وبتقولها انت استمتعت بالاكل النهاردة اصلا مش خالتك هي اللي دفعت هو سون اللي دفع لما حكيت له قصتك كلها ويعرف حالتك المادية فبتدايق منها وبتتصدم وبتطلع بسرعة جاري برا وبتتصل على سون علشان تلوم ان هو عمل حاجة شبادات من غير ما ياخد رأيها حتى بس هو بيكون ساب التليفون وما بيردش عليها والتاني يوم لما بيكون سون ويوجي ماشيين بيسمع سون ان البنات بتتكلم عن جوجو وانها خلت سون يدفع لها اشتراك المطعم علشان تاكل فبيروح بسرعة القريبتها الخنزرة علشان خاطر هي اللي نشرت الاشعاعات دي عنها وبيبدأ يزعالها وبيعرفها ان هو بيحب جوجو وانها الوحيدة اللي مهتمتش لفلوسه فبتقول له انا عملت كده علشان انت فوق علشان تعرف مصلحتك كان الوحيدة اللي بحبك وبتوصل جوجو فبتسيبهم قريبتهم الخنزرة وبتمشي وهي مددايقة فبتبدأ بقى تكلم سون وبتعرف ان هو فاته صالح وانها مقدرة ان هو عمل كده علشان خاطر وكان عايز يهتم بها وعايز مصلحتها بس بتطلب منه معادش وعمل اي حاجة من غير ما ياخد ازناها حتى وبالليل بيكون سون واهل سون في برنامج تلفزيوني مستضيفهم وبيكون سون بتعمل بطارية وحشة قدامهم وبيسيبهم ويمشي وبتروح وراء والدته وبتقول له ان هو لازم اتصرف معهم بطارية كويسة ومحترمة فهو بيعرفها ان هو عارف انها حاولت تقتله لما كان زغير وكان مستني منها على القل تعتذر وبطلب منها انها متمثلش دور الام المثالية لانهم لو عرفهم الحقيقة محدش فيهم هيحبك ونروح لجوجو اللي كانت قريبتها الخنزرة بتعرفها انها تدمر حياتها زي ما حياتها تدمرت بسببها وان الولد اللي حبته هي سرقته منها فبتعرفها ان هو مش بيحبها وان هي مش معجبة بيه اصلا هي معجبة بالفلوس بتاعته فبتلف دهرها جوجو بتسيبها وتمشي فبترماها قريبتها بالتليفون وبتوطي تجيبه بتخش عليها خليتها وبتفكر ان جوجو كانت بتضرب بنتها وبتقول لها انها تطلع بره البيت وبتطلع تيم شوية منهارة وبتعط طعاية ومش عارفة يا رايحة فين لحد لما فجأة بتلاقي قدامها سون اللي بتروح عليه جاري وبتحضنه وبعدها بتاخده المطعم علشان خاطر يعوده هناك وما بيرضاش يسأل عن اي حاجة وبيسيبها براحيتها وبيقولها ان فيه رحلة مدرسية وانها لازم تطلع معاه على اساس انها تغير جو بدل الخنق اللي هي عايشة فيها وفعلا بيروح الحفلة المدرسية ويشاء القدر ان وقت السرعة الجامعية يكون واقف دوك جنب قريبتها الخنزيرة وبيكون بين انها محروج منها وهي لسه بتبص له بارف وبيبدأ كلهم باية بسط بوقتهم كله الطلاب وبيعملوا حفلة وبترقص قريبتها الخنزيرة وباية البنات وبيكون دوك بيصور قريبتها الخنزيرة ومبسوط وفرحان لانها جميلة بس هي بتلاحظ انها بيصورها وبعد الحفلة لما بيكون بيتفرج على الفيديو اللي صوره بتروح له وبتنسك التلفون من ايده وبتكسره وبتطلب منه ان هو يختفي عن الوجود ومعادتش عايزة تشوف شكله تاني نهائي فبيسألها لو هي بتكرهه للدرجات دي فبتعرف انها بتكرهه وكرهة صوت المنبه بتاعها لانه بيرن بسببه وبالليل بيكون البنات والولاد كلهم قاعدين ومجتمعين وعملين حفلة وبتسيبهم جوجه وبتروح القدر لجنبهم وبتنام هناك علشان تسحى على حريقة وبتكون مصدومة وبيجيلها ذكريات عن طفولتها وبيباني انها عندها فوبيا من النار والاماكن المغلقة وبيكون بكل مصدوم من ردة فعلها رغم انه كان مجرد حريق صغير مش اكتر بس هي بتسيبهم وبتطلع جارية بسرعة وبتقابل سونة اللي بياخدها وبيحضنها وبياخدها سونة على دراجة وبيروح برا المكان ده كله علشان خاطر يشوفه شروق الشمس وبتبسط بوقتهم شوية بيقدر انه يفك عنها بس هم مروحين بقى للأسف بيعملوا حدثة وبتكون جوجو اخر كلماتها قبل ما يغم عليها اسم سونة ولما بتسحع جوجو بتفوق من المستشفى وبتطلع علشان خاطر ترين على سونة وتطمن عليه بس هو ما بيردش على الرسائل ولا بيرد عليها ولما بتروح المدرسة تاني يونج بيكونوا الطلاب بيتكلموا ان سونة كان ماشي مع جوجو فبيسمحهم في الوقت ده يونجو بيروح وبيدرب الوقت ده وبيقول انت ازاي تقول انها السبب في حاجة بهدية وبلاحظ ان جوجو وقفة فبيطلع وبيتكلم معها وبيتطمن عليها وبتسأله هي كمان على سون لانه ما بيردش عليها فبيعرفها انه في البيت ومش هيجي المدرسة وبتكون عايزة تروح تزوره ومش عارف عن وين بيته فبيسجل رقامها عنده علشان خاطر ترين عليه وهو هيخليها تخش القصر بتاعهم من غير محد ياخد باله وهي نازلة بتقابل دك فبتروح وبتقعد معه بتبدأ تحكيله عن اللي حصل وبسأله لو كانت ندمت بان المنبه بتاعها راني لسون فبتعرفه انها مش ندمانة بس هيخايفة لانه دايما بيشوف الجانب الكويس منها وبتسأله لو لسه بيحبها ريبتها فبيعرفها ان دي كانت اول بنت يحبها في حياته وفي نفس الوقت كانت هي البنت الوحيدة اللي بتكرهه للدرجات ونهو مبسوط انهو عرفها مشاعره حتى لو هي ما كانتش قادرة تديله نفس المشاعر وقبل ما يمشي بيعرف جوجو انهو عمره ما يخلي قلبه اتكسر زي ما قلبه اتكسر ولما بتطلع التليفون بتاعها بتليها رسالة من دوك بيعرفها ان دي هدية منه ليها وان دا الدرجة يا عمره ما يخلي منبه الحب بتاعها يا رين حتى لو عندها مشاعر للشخص اللي قدامه ان هو الدول الهدية علشان خاطر لو احتاجته فيه وبالليل بتكون رايحة علشان خاطر تقابل سون وبيقابلها يونجي علشان يوديها بس فجأة بتوصل والدتها فبيقرر ان هو يلغي العملية ده خالص وما يخلاش تشوفه ولما بتكون وقفها قدام البيت بتاعهم بتكون محترى انها تفعل الدرع وده لانها كانت شايفة ان الحياة مع سون مش هتبقى مناسبة لها وانها عايزة تحقق احلامها بنفسها ومش عايزة الدنيا تبقى بسيطة رغم انها بتحب سون بس مش ده هي الحياة اللي هي عايزها وبعدها بترجع سون بسرعة علشان تلحق المناوبة بتاعت الشغل في المطعم بس هناك بيعرفها المدير بانها مرفوضة وانها دايما بتيجي متاخر فبتعرفه ان ده كان فيه ظروفه معرفيتش تيجي وبتروح علشان تاخد حاجتها وتمشي وبيجي لها ذكريات لما كانت قاعدة هنا مع سون قبل ما يروح الرحلة ولما بتكون راجع البيت بتتفاجئ بان سون واقف ومستنيها فبتروح وتبدأ تتكلم معه بلاطافة ولسه بتحبه زي ما هي وبعدين بتعرفه انها تخش المطعم بها وتطلب منه يروح علشان يرتاح واخر حاجة بتقولها له انها بتحبه وبعدها بتلفه وشها وتمشي وهي بتدمها وبتخش وبتبدأ تطلع التليفون بتاعها وبتقرر انها تفعل الدرع رغم انها عارفة انها لو عملت كده هتينها لوكتها بسون وبتفضل منهارة وقعدة زعلانة على الخطوة اللي هي اخدتها ديها ونروح لدوك اللي بيكون قاعد في القوضة بتاعته وبيطلع التليفون بتاعه وبيبص في الصورة بتاعت الرحلة الاخر مرة اللي بيكون واقف جنبها جنب قريبتها الخنزيرة وبيمسح الصورة وبيروح يقعد على شباك القوضة بتاعته وبياخد قراره لأول مرة في حياته بانه معادش عايز يكمل وبينط من الشباك وبعد مرور خمس سنين بيظهر مشت بقى الجوجو وهي ماشى ومعدها من جنب سون ويونج وبيباني ان الدموع لسه في عانيها وبتتفاجئ لما بتشوف سون مع بنت تانية وبالليل لما بتكون جوجو واقفة مع نفسها بتكرر تفعل منبئ الحب علشان يظهر ان الدرع لسه محطوط عليه وبيعرفها ان هو عمره مايتشال غير من مصمم التطبيق نفسه هو اللي يقدر يشيل الميزة دي ولما بتروح الجوجو علشان تنام بتفتح التابلت بتاعها وبيظهر انها عندها حسب على الانستجرام وبتكون هي شخص مجهول والشخص المجهول ده بيكون بيرسم صوره وبينشرع عن المنبه واضراره وبيكون باين ان الناس كلهم تابعها بس محدش يعرف حقيقتها وبيظهر مشهد اخير لما بيكون واحد بيتصور وفجأة بيبص صورها علشان يتفاجئ بكمية تلفونات وبيبص كويس فبيتفاجئ بكمية جثة سوديت بيكون عددهم 24 جثة والعزين الجزء الثاني يلا وحنا دلوقتي بعد خمس سنين زي ما عرفنا في الجزء الاول وازاي جوجو بقت مسؤولة عن حياتها وشغالها وفي نفس الوقتي سون كان ارتبط بحد جديد وينجي لسه زي ما هو صاحبه ومشاقطه وبنعرف ان فيه اصدار جديد هينزل من منبه الحب قريب وسون بيكون مدع علشان خاطر يحضر حفلة اصدار المنبه الجديد وبنعرف برضو ان حبيبة سون رغم ان منبه الحب بتاعها مبيرنش عندها بس منبه الحب بتاعها بيرن عنده وده معناه ان هو مش بيحبها بس هي بتحبه بس هي بتعرفه ان معندهاش مانع ان الامور تيجي واحدة واحدة وان هو اكيد هيحبها وبنعرف برضو ان قريباتها الخنزيرة بها عندها مطجر إلكتروني وبتباع منه الهدوء وقررت انها تتجي في مجال السوشل علشان نفسها انها تتشهر ونبدأ بقى الاحداث لما بتكون جوجه في المكتبة الصبح وبتتفاجئ ان يونج جاي عليها فبتكون محروجة كده منه ومتوترة بس هو ما بيرداش يروح عليها وبيعود قدامها وبتمر فترة وبتيجي تبص عليه ومش بتلاقيه ولما بتطلع برا بيكون هو واقف مستنيه وبيجيلها وبيقولها ان هو عايز يسلم عليها مش اقطه وبيسأله لو هي لسه عارفها ولا لأ فبتقول لي ايه انا عارفاك وان ازاي اقدر انساك فبيروح سيابها وماشي وبيقولها كل اللي انا عايزه خلاصة حقها ان انا كنت شوفك واسلم عليك وبيروح البيت وبيكون محتر يبعت لها رسالة ولا لأ لانه لسه محتفظ براقمها من الجزء اللي فات بس بياخد قرار وبيبعت لها الرسالة وبيوصل لها الرسالة هوية بتكون شغالة في المحل بس برضه بتكون مش عارفة ومين وفضل شغال على الحال ده كذا يوم يروح للمكتابة الصبح يحجز لها مكان علشان لو جات متأخر تلاقي مكان تعود فيه ولما تطلع يجيب لها قهوة تشربها علشان يقول لها ان هو عايز يقرب منها مش اكتر وانا عايز اللي بينا يكون بالطريقة القديمة مش بطريقة منبئة الحب وبعد تلك رسالة انبارة هقول لك كل سنة وانت طيبة يبقى من نسبة راس السنة فبتقول لها كنت انت يعني يا هيونج فبقول لها ايه ده انت لسه فاكرة اسمي لأ ده انا كده هامشي خلق بصي مش سالة سالة ولما بيرجع البيت بيكون سون وايف هناك مستنيه واول ما بيلقيه لابسه الصبح كده فبيعرف ان هو اكيد كان بيقابل بنت وبيبدأ يهزر معاو يقولها يمين مش هتقول عليها بقى باشا ولا ايه فبيعرفوا انها جوجو فجأة وشه بيتقلب وبيتغير وبيقوله رغم كل اللي عملته فيها بتكرر تقرب منها فبيقوله يونج انت عندك لسه مشاعر اتجاهها فبيقوله سون لا فبيقوله يونجا خلاص انا عند مشاعر فسون بيسيبه هو متضايق وبيمشي وبيكرر يروح بقى الجوجو علشان خاطر يكلمها ويعرف انها لازم تبعد عن يونجا وما تكسرش قلب يونج زي ما كسرت قلبه وبيروح له وها طالع من المكتبة وبيقابلها واول حاجة بيعملها انه منبق الحب بتاعها بيرند وده دليل انه هو لسه بيحبها ولما بتكون عايزة توضح له كل حاجة وانها مفعالها درع وان ده مش بمزاجها ما بتقدرش تقوله وبتعير ومن هنا بقى نعرف ازاي نفصله ونرجع بالزمن خمس سنين ورا تاني لما سون رجع للمدراسة وكررت جوجو انها تعترف له انها معديتش عايزة تكمل وانها معادش عندها اي اهتمام ليه ولا معجبة بيه وانها كمان عايزة تهتم بدراستها علشان هما في السنة الاخيرة وبتسيبه وبتنزل تحت فهو بيكرر ينزلها قدام الجميع وبيقول لها انا مش فاهم انت بتقول ايه ولا عملت ايه فبتقول لها انت عايز نقول كل ده قدامهم تاني انا معدتش معجبة بيك فبيقول لها امي وبيطلب من الكل ان هو يبعد على مسافة 10 امتار وبيشغلوا هما الاتنين منبه الحب وما بيرضاش يرن المنبه بتاعها بس هو بيحبها والمنبه بتاعه بيرن فبتعرفه انها معددش مهتمة بيه بمرغم ان كل ده كدب بس هي دي الحقيقة اللي عايز اتعرفها للجميع وبعدها سون بيخش في مرحلة اكتئاب ولما بتعد عليه بيجيله كل الذكريات اللي فاتت وان هو دلوقتي ما عادش قادر يكلمها ولا يقرب منها ودماعه بتنزل واصبعانه قدامها ونرجع بقى للزمن الحاضر تاني لما بيكون يونج قاعد مستنيع الصبح في المكتبة بس هي ما بتجيش والسبب هنعرفه دلوقتي لان قربتها الخنزيرة قررت تسرق الفلوس بتاعتها وده علشان خاطر تشتري بقى هدوم جديدة عشان لو انضمت للنادي وتقدر تقابل مصمم تطبيق منبه الحب بس بتبدأ تداق عليها قربتها الخنزيرة وبتقولها انت عيش معنا ليه؟ وبتاخد كل حاجتها وبترميها من الشباك ولما بتنزل علشان تلمهم بيعاد يونج وبيشوفها وبيروح عليها بسرعة علشان لسه قربتها بترمي حاجاته ومفيش حاجة تنزل عليها فبيساعد انها تلم الكتب بعدها وبيقولها الجو ده جميل ما تجا وديك على النيل فبتوافق وبياخدها وراها على العجلة واركابي وراها العجلة وبياخدها يودها على النيل وهناك بيقولها نادب اعلى صوتك وقولي كل اللي نفسك فيه واللي مضايقك وهترتاحي وانا عن نفسي هبعد عنك علشان ما اسمعش انت هتقولي ايه؟ وفعلا بتكلم ملدتها وبتقولها ان الحياة دي صعبة بس هي هتفضل تعافر علشان تبقى سعيدة وبتلاحظ ان الموضوع جميل فبتقول لي يونج يجرب هو كمان واول حاجة بيعملها ان هو بيفضل ينادب اسمها ومن هنا بتعرف اديه وبيحبها لدرجة ان هو بينادب اسمها وبعدها بياخدها وبيرواحه تاني للمحل وهناك بيوضحها بس هي بتكرر تروح بسرعة تجيب له قهوة الدهالو علشان تشكره على اليوم اللطيف وان هو قدر يغير مودها وبالليل لما بتكون في البيت بتكرر قريبية انها تروح وتعتذر له وتعرفها انها تدي لها الفلوس بتاعتها تاني وبعدها كمان بتكرر انها تسجل الرقم بتاع يونج وده معناه انها بدأت تعجب به يا كمان وتاني يوم الصبح يونج بيبعت لها رسالة وبيقول لها يومك جميل زيك بالزبط يا جميل فبتقول له مفيش جميل غيرك وبتبعت له هي الرسالة بس للاسف لما بيكون ساب التليفون بيشوف الرسالة سون وبعدها يونج بيكرر يعرف والدته انها معادش عايز يعيش هنا وعايز يعيش في شقة الواحد وسون رغم انه كان قاعد مع حبيبته كان باله مشغول وهي بتلاحز ده بس مش بترضى تقول وبيارد عليها سون ان هما ما يحضرهش الحفلة بتاعت افتتاح اصدار منبئ الحب وبيبان عليها انها بتحبه ومتعلقه بيه وبتقوله اللي انت عايزه طول ما انت هتبقى مبسوط فانا معاك وبعدها جوجو بتروح تقابل يونج في الملعب وانك بيكون عايز يعترف لها بحبه وان هو هيحمل تطبيق منبئ الحب التاني بعد خمس سنين وده علشان يثبت له ان هو بيحبها بس هي بتعرفه انها مش بتحبه وان منبئ الحب بتاعها مش عارين عنده فبيقول لها ان دي مش مشكلة طول ما احنا مع بعض هنقدر نعمل اي حاجة سوا والحاجات اللي هنعملها سوا عمرنا ما كنا هنقدر نعملها لوحيدنا على اقل هنبقى مبسوطين وانا كل اللي عايزه منك ان انت تتصرفي زي ما مشاعرك هتقولي وبيحمل منبئ الحب وبيبدأ يرن عندها وده معناه ان هو لسه بيحبها وانحنا عارفين ان هو مش هيقدر يرن عنده لانها انفعالة الدرع وبيكرر ياخد العجل او يلفها حوليه علشان يثبت لها ان هو هيرن منبئ الحب بتاعها بما يعادل 4 سنين وبيبانى عليهم ان هم اللي اتنين مبسوطين مع بعض وبيرحوا يعزمها في مطعم وهناك بقى بيبدأوا يتكلموا عن نفسهم وبيعرفها بمعنى اسمه وبيكتبهولها على منديل وهي كمان بتكتب اسمها على منديل وفي الاخر بيكرر يحتفظ بالمنديل اللي كتبت عليه اسمها وهي قررت تعمل زيه وتحتفظ بالمنديل بتاعه ولما بيرجع ينجي البيت بيكون سون مستنيه وبيسأله هو عايز ينقل من البيت ليه فبيقوله علشان خطر الجوجه وبيبدأ سوني عادبه ويعرفه يا عملت ايه وانها قسرت قلبه رغم ان هو ما عملش حاجة وبيسيبه وبيمشي بس بيلحز ان منبه الحب بتاعه بيرين فبيعرف ان حبيبته كانت موجودة وسيمة الكلام كل وكالعادة ما بترداش تقول حاجة وبتخش جوه وبيخش لها وبيعتذر له وبيعرفها انها ما تشغلش بالله باللي كان بيقوله فهي بتعرفه انها صديقته قبل ما تكون حبيبته وهتكون معاه في اي وقت ومش هتتخلى عنه وانها ما زعلتش من اي حاجة فهو بيعرفه ان هم بكرة هيروحوا الحفلة بتاعه الاصدار الجديد من منبه الحب وتاني يوم بيروح سوني وحبيبته الحفلة وبيكون الناس كلها فرحنة بهم لانهم هم الاتنين ليقين على بعض وبتكون قريبة جوجو الخنزيرة واقفة وشايفاهم وفي نفس الوقت برضو جوجو كانت رايح الحفلة لانها شغالة هناك بس فجأة بيحصل عمليات شغب لناس معارضين لمنبه الحب لانه بيسبب مشاكل وبيكون يونجي بيتفرج عليهم وبيشوف اللي بيحصل فبيقلق بسرعة على جوجو وبيكرر يروح بسرعة ويتطمن عليها وفي نفس الوقت بيظهر الشخص اللي مصمم تطبيق منبه الحب وبيكون طالب بس للأسف ما بيكونش باين عليه ان هو دك لانه كان انتحر في الجزء الاول زي ما احنا شايفين وبيعرفهم المزاق جديدة في الاصدار الجديد وان انت تقدر تعرف من الشخص اللي هيحب وبيكون سونو حبيبته داخلين الحفلة وفي نفس الوقت جوجو بتكون جاية وراهم ومن هنا بقى هتبدأ الحقيقة وكل يعرف كل حاجة لما بيرن منبه الحب بتاع جوجو اول ما بتقرب منهم وبتعرف حبيبة سونو في الوقت ده ان هي دية جوجو وفي نفس الوقت بيكون يونجي وصل برضه وبيرن المنبه بتاع جوجو ودي بتكون نهاية الموسم الاول بس انا هخش في الموسم التاني معاكو دلوقتي علشان ازبتلكم ان انت اخواتي ومش هوقف حاجة بس قصادة الفيديو ده يوصل 10.000 لايك في اول يوم علشان نزلوكم الجزء التالت والاخير على طول واول حلقة في الموسم التاني بتبدأ لما بتكون جوجو راح تقابل يونجي في الجامعة وبيكون علاقتهم هم الاتنين التوارق رغم ان منبه الحب بتاع جوجو لسه ما بيرنش ويونجي ما يعرفش الحقيقة بس شكلها لسه بتحبه وبيكون يونجي مبسوط النهاردة وبياخد بقى جوجو علشان ياكله وبيبدأ يعملها حركة لطيفة بانه كل شوية يخش نتاكل 10 امتار وبيطلع وبيكون قدام الكل وفي الاخر الكل بيسقفل على الحركة الجاملة اللي كان بيعملها معاه لان الميزة الجديدة في منبه الحب اللي بتعرفك الشخص اللي ممكن يحبك جاب من الناس اللي بتحب يونجي جوجو فده معناها انها هتحبه قريب فهي بتعرفه انها نفسها هتخالي ومنبه الحب بتاع رينه وتعرفه انها كمان بتحبه فهو بيطلب منها انها ما تستعجلش حاجة وان كل حاجة هتجي لوحدها وبوقتها ونروح لثون اللي كان دلوقت بيصور عرض ازياء بس بيقول اللي بيصوره ان هو يتأثر وبيديله مثال كأن حبيبته سابته بس بيضايق ثونه وفي الوقت ده بتوصل اصلا حبيبته فبياخده وبيطلعه وبيسيب المكان كله وبيمشي وبتكون ثون رايح علشان تشوف الشقة الجديدة اللي اشتراها يونج ونرجع تاني برضو لثون اللي كان رايح علشان خاطر يشتري ورد الحبيبته وعلشان يفجئها ويزبط لها ان هو كمان بيحبها بس هو بيلحقها وبتعرف انها مش قد الخطوة دي لسه بس هو بيتعامل ولكنها اي حاجة حصلت ومش بيزعل منها ونروح لعريبة جوجو الخنزيرة اللي بتشوف في التلفزيون الشاب اللي اصدر تطبيق منبئ الحب وبتعرف ان هو عنده اجتماع دلوقتي وبتكون عايزة تروح علشان خاطر توريره نفسها علشان يعجب بيها وبيباني ان هو عارفها بس مش بيده اي اهتمام والحراس بياخدها وبيمشي وبيخش هو جوه وبيتكلم الزكاية الاصطناعية وبيطلب منهم يجيبه التسجيل وبيشوف اهوها بيتكلم الحراس وبيباني ان هو معجب بها او هو عارفها ونرجع تاني لسون اللي كان قاعد بيأكل مع العيلة وبيبدأ بيتعامل معه بحقارة وبيزعل كمان لمراته وبعدها بيسيبه ام وبيمشي فبيقوم سونه ام يتضايق وبيطلب من حبيبته انها تقوم معاه وبيوصله علشان خاطر تمشي وبيتعرفه انها تبقى تتصل عليه لما توصل وبيرجع علشان يلاها ام موجودة وبتقول له انت ملك مددق ليه وبتكون عايزة تطمن عليه وعايزة تعرف ماله وبتسأله لو كان بيحب حبيبته دي قد دلوقتي وبتسأله عن جوجو هو لسه بيحبه اللي لا فبيعرف انها بعد بتحب يونجي ونرجع لقريبة جوجو الخنزيرة اللي كانت بتحقل تباع هدوم بس محدش ردي يشتري منها فقررت تستخدم اسلوب تاني خالص وقررت له منها تعرفه مين مصممة عالم الرنين وده اللي كانت على حساب انستجرام وكل الناس بتتباعها واللي هي جوجو بس محدش يعرف تاني وقررت تعرف اللي يشتري منها مين مصمم عالم الرنين بس ها ما تعرفش انها كده هتحطه جوجو في خطر لان جوجو لما كانت شغالة في المحل بيجيلها واحد وبيشتري مشروبين وبيروح يا حسابها وبيسيب لها واحد وبتقول له عليه بس هو بيقولها ده ليك ولما بتخلص شغله وبتقفل المحل وبتطلع بيكون واقف مستنيها وبيسالها ليه ما عدتش بتنزل على العالم الرنين فبتستقرب كده وبتقفلها وكانها مش عارفة بس هو بيبدأ يقرب منها فهي بتسيبه وبتطلع جارية بسرعة وهو بيبدأ اطلع يجري وراها بس بتستخبه وبيجي حد من وراها واول ما بيقرب منها بتروح رعباه وبيكون يونجا مش الراجل التاني وهو جاي علشان يطمن عليها لانه بعدها بيكرر يخدها معي البيت علشان تبقى مع النهاردة واتطمن عليها لان الراجل ممكن يكون واقف مستنيها قدام البيتلس بس هي بتسحى لما بيكون لسه بيصالح الستير لان الدنيا كانت بتشتي ولما بتشغل منابئ الحب بتلاحز ان هو ما بيرنش بس بيبان عليها انها قلقانة وبياخد بالو يونجا فبيروح لها وبيفعل منابئ الحب بتاعه وبيعرفها ان هو ما كانش شغال مش اكتر فبتتحك كده وبتتبسط وبعدها بيروح علشان يكمل التصليح وفي اللحظة ديت بتقرر جوجو انها تتمنى منبئ الحب بتاعها يكون شغال لانها كانت واسقة انها هترن المنبئ بتاع يونجا وبتدي له واحدة على خده وبتروح علشان تنام وبتسيب هو طول الليل فرحال ونروح لقريبة جوجو الخنزيرة اللي كانت نفسها تتواصل مع مطور التطبيق وكانت دائما بتتواصل مع زبط علشان يجيب لها الايميل ونروح لجوجو اللي كانت عايزها تتواصل مع مصمم التطبيق وتعرفها انها عايزة تشيل الدرع وعرفته كمان انها مصممت عالة مرانين بس ما بيجي لاش اي جواب ولا رد من حد فبتقرر انها تروح المدرسة تاني وتعرف منها عنوان دكة علشان هو اللي كان عمل لها الدرع وبيبدأ يجي لها ذكريات بقى ايام زمان خالص وانها كانت داما بتيجي هنا ولما بتكون ماشية بيرني ومنبئ الحب بتاعها وبيجي لها ان في حد بيحبها لان اطاق 10 امتار فبتفتح الباب علشان تشوف مين بيجي لها ذكريات في الوقت ده ان يونج كان كان موجود هنا ومصاب بس بتتفاجئ ان هو طلع سون وده اللي هنعرفه بقى الجزء الجاي موجودة هنا بيعمل ايه وازاي عارف انها هتيجي النهاردة كل ده ايون انت لو بتدارك جزء الثالث فاحنا بدأنا من هنا يلا اخر حاجة وقفنا عندها لما كانت جوجو رايح المدرسة علشان خاطر تدار على دك بس بتتفاجئ هناك لما منبئ الحب بتاعها بيرن فبتخش علشان تشوف مين وبتلاقي ان هو سون بيعمل ايه هنا بقى هنيرجع بالزمن شوية لما كان جاي هنا علشان اتبرع للمدرسة والمساعد بتاعه كان بيصوره وبيديله كمان علم المدرسة على هيئة ازاز كده علشان تصور معه بس للأسف بيوع فبيروح بقى المستشفى وهو ده السبب فجوجو بتقفل الباب وبتسيبه بس هو بيطلع وبيقولها وانت عامل ايه واخبارك كويسة يعني فبتقول انها عايزة تمشي بس شوف سهلة ازاي وبتروح بقى للمدرسة اللي للأسف بيستغرب من سؤالها وبيعرفها ان هو انتحر ومات وبتطلع بره المدرسة وبتكلم صاحبتها وبتعرفها انها كده للأسف مش هتعرف تشيل الدرة ونروح ليونج اللي بيكون مكتاب شوية والدنيا جاي عليه وقعت فقطه وفجأة بيلاها حاجات عاملها بتتحدف عليه ايه ده بقى جوج وقفة بره عاملها بترمى حاجات وده علشان خاطر يطلع يبصرها لانها نواحشها وهو اكيد اول ما بيشوفها قلبه بيفرح وبيخدها وبيلفوا بالليل وبعدها بيعودوا كده على الارض ويحكي عن احلامهم سوا ونروح لاخونا بقى سوني اللي دايما برضه مكتاب كده وبتكون حبيبته بتحاول تفرفش عليه كده وتقول له ما تفكي شوية عام من التالي دايما مكتاب وفعلا بتقدر ان هو تخليه بتسم بس مش اكتر والتاني يوم بتسحى جوجو على ايميل وده بيكون من مصمم برنامج منبه الحب ورد على الايميل بتاعها وبيعرف ان هو عايز يقابلها لما عارف انها مصممت عالم الرنين وده اكيد ولتخلقه في الاجزاء اللي قبل كده وبتروح على طول صاحبتها وبتعرفها اللي حصل وبيقرروا ان هما يعملوا تطابق وجوه ما بينه وما بينه وش دك واللي بتطلع نسبة التطابق فوق التسعين في المية فبتحس ان هو دك بس عامل عملية تجميل بس للصراحة فرقت في الجسم قوي كده والطول ازاي مش فاه لا هي اللي بتقول كده وفي الاخر بتحس ان هو مش دك والمهم انها قررت تروح تقابله ونروح لليوم اللي هتقابله فيه وده بيكون حفلة معمولة ومستدعي ناس كتير وكان ما بينهم ثون وحبيبته اللي لما بيشوفها الثون وهي رايحة فوق بيطلع وراها علشان خاطر يشوفها تنامي ليه وبتفاجئ انك لما بيلاقها بتكلم المصمم وبتحكيله ان المصمم الدلع هدية وايه في السنوية فبيقولها الدرع فبتقوله انت اكيد دك بيقولها لا بيكون سون بيسمحها ومستغرب اللي بتقوله وبيعرفها ان هو مش هيقدر يساعدها وبيسيبها ويمشي وبتكون ماشي زعلانة لان حتى الفرصة الوحيدة اللي جات لها مش عارفة تستغلها بس بيخش عليها سون وبيشدها وبيقولها ان هو سمع كل اللي قلته وايه قصة الدرع اللي قلته فبتبدأ تعرفوا الدرع ده بيعمل ايه وبتعرفوا انها فعلته بسببه وانها هنا دلوقتي بسبب يونج لانها عايزة تشيله وبتسيبه بعدها وبتمشي ونروح لسون اللي راح بقى للمطور وبيزعقه وبيعرفوا يعني ايه الدرع وبيبدأ سون يتعصب عليه بس المطور عنده برد اعصاب ولا بيرد عليه وتعالوا بقى نفكنا من الرومانسية ونروح لجزء معين بيحصل فيها ملقية قتل البنت وبيكون من قتل مجهول وبالليل بيروح سون عند حبيبته وبيكون متقل في عصير اللمون وبيدخله جوه وبتجيب له مية وبنعرف انها شافت جوجوها نازلة وعرفت ان هو قابلها بس كالعادة مردتش تقول حاجة ولان الحب عماها بس الغضب ملاهي الصراحة يعني وسون افوارها برضو يعني وبيقول لها سون ما تتدايق علي انت ليه مش بتتدايق بس يا بتسكت ومش بتردى تقول حاجة ونروح ليونج اللي بيكون زعلان وبيروح لجوجو وبيعرف انها بكرا رايح مشوار ومش بيردى يقول لها اي حاجة وتلاحز عليه ان هو شكله مختلف خالص بس مبتكونش عارفة تعمل ايه وبتوقت تفكر وفي الاخر بتكرر انها تروح مع المشوار ده تاني يوم وده علشان متسيبوش لوحده وباختصار سريع كده هو بيكون رايح السجن وده علشان خاطر يقابل والده اللي ما شافوش من هو صغير اصلا وده بسبب عميله انه مجرب وامر تحريره دلوقتي كله واقف عليه لو وقف ان هو يخرج علشان يبقى وليه الامر هيخرج ولو رفض فهيفضل محبوس علشان يكمل عقابته وبيكون محتار بس بيروح علشان يقابل والده وهنا بقى بيكون عارف كل حاجة لان والده بيكون بيكذب وما تغيرش وده لانه ابنه لان يونج لما بيكذب بيكون عارف هو بيعمل ايه وكان بيشوف كل حاجة بعملها قصاد ابوها بيتكلمه وعارف ان هو بيكذب عليه وده كان اصعب قرار ليه لما بيرفد تحريره ولي بيبدأ والده يتعثب عليها علشان يثبت كده وبيطلع بره وبتكون جوجو واقفها مستنياة اللي بياخدها بالحضن وبيعيط وبيحضنها وبتكون بتعيط على عيوته وبصوا بقى على حصل حبيبة سونكة تفضل امر بها عياطته هي بتشتغل وده لانها مهديتش قادرها تستحمل ونتيجة لده هنعرف اللي هيحصل دلوقتي بس نروح لقريبة جوجو الخنزيرة اللي بيجي لقميل من مصمم اللعبة وبيعمل عليها عرض علشان خاطر تحضر الحفلة بتاعته هنا بقى بيظهر مشهد لدوك وهو اي من على السرير وبيجي لقربيتها الخنزيرة بردو رسالة بيعرفها انه هيبقى لها مكافأة لو قدرت تخلي على الاقل تلتمية واحد يحبوها ويرانه منبه الحب بتاعها وعلشان تتأكد انه هو المصمم بيبعث لاهدية على التليفون وبيعرفها ماكن الناس اللي هيحبوها تعالوا بقى نروح بردو الجوجو هي قاعدة في الجامعة وبتكون قاعدة مع صاحبتها والدنيا هادئة فجأة بيخش عليهم سون وبيروح لجوجو وبيسحبها من ايديها فبتسيبه وبتمشي وبتطلع بره بس هو بيوقفها وبيعرفها انها معادش هيسك في اي كلمة هتقولها وهيسك بس في عينيها وبيروح رايح مدوقها الزبيب في نفس الوقت بيكون يونج تليفونه وقع وبيفتح تطبيق مرب الحب علشان يشوف جوجو من الناس اللي هتحبه وبيتفاجئ لما بيلاقيها وبتخش جوه الجامعة تاني واللي بيكون رد فعلي في الوقت ده يونج اللي هو بيبعت لها رسالة لان الدنيا بيقول لها معاك مظلة ولا لأ هنا بقى هطلب منكم طلب ان انتو توصفوا لي في التعليقات مشاعركم في الموقف اللي انتو شايفينه وانت نازل كده ما تنساش تعمل لك وتشترك في القناة يعني يلا بنا نكمل وجوجو بتكون عايزة تروح ليونج عند الشركة اللي انها محتاجة جنبها وبيكون هو طالع وبيشوفها وردت فعله ان هو بيتحك لها وفعلا محدش انسب لجوجو غيره لانه بيحبها فعلا ومستعد يعمل اي حاجة علشان تبقى مبسوطة ولا يشغل بالها وبياخدها وبيروحها واخر حاجة بيبتسم لها وبيمشي وهي بتبصوله بقصات حزن وندم ومش عارفة تعمل ايه وهو في الحقيقة بيكون بيعيط من جواه ونرجع للسون اللي بيكون رايح لحبيبته وبيتفاجئ لما بيلاقيها جاية وبتقوله انها رايحة مشوار وبيرن منبه الحب بتاعها وبيستعرب لان بيكون فيه شخص جاي اخدها وبيسألها مين ده فبتعرفوا ان ده شخص بيتخلي منبه الحب بتاعها يرن وبيكونوا هما الاتنين بمعنى صح انفصل وبتسيبه وبتمشي ولما بتكون ماشية مع حبيبها بتشوف الفيديو بتاع سون وهو رايح لجوجو وبتبدأ تعرف ان ده المشاعر اللي كان سون برضو حساسها وهي حاسة بها دلوقت برضو لانها بتحب ومش قادرة تعمل حاجة والمشكلة الحقيقة اصلا ان الفيديو ده تنشر لان بيبدأ المدرسة كلها تتكلم عنها ومن هنا يونج بيقلق وبيكرر يروح لها بسرعة علشان يطمن عليها لانه بيكون خاف عليها وبيروح لها المحل وبيدور عليها بس مش بيلاقيها برضو ولما بيطلع بيتفاجئ ان سون جاي وهو الحاجة بيعملها انها بيضربه وبيبدأ يزعقله وبيعرف ان جوجو دلوقت خايف الناس تبص لها وانت دايما بتفكر في نفسك قبل ما تفكر في اي حاجة وبيقول له سونو انها كان مستعد يخسر اي حاجة لما راح لها وقالوا ان دي المشكلة بقى ان انت فكرت في نفسك ومفكرتش في جوجو وبعدها بيرجع لبيت وهو الزعلان وبيتفاجئ بينه جوجو قدام البيت وبيروح وبيتطمن عليها ويبتستغرب وبتطلب منه ان هو يزعق لها فهو بيخدها بالحضن وبيقولها ان هو يزعق لها المرة الجاية وبترجع جوجو البيت وبتطلب تفكر في حاجة وبتكرر انها ترجع تاني ليونج علشان هنا هيحصل صدمة دلوقتي وبتروح له جاري وهو في نفس الوقت بيكرر يروح لها علشان عايزها معاه وبيتقابلوا هما الاثنين وبتوقفوا من بعيده ومن هنا بقى بتكرر تفعل حاجة اسمها السهم وهنعرف ازاي جالها وامتى وانها هي اللي هتختار ان منابئ الحب بتاعها يرين عند شخص معين واختارت ان هو هيبقى يونج وفعلا بيرين منبئ الحب بتاع يونج ودي بتبقى اول مرة في حياته ومتعرفش كمية الفرحة اللي في الوقت ده حاسس بيها وبعدها بياخدها بالحضن وعلشان يعرف ازاي السهم ده وصل لها لان دوك هو اللي بيكون بعت لها وبيجي لها مصمم منبئ الحب المزيف وبياخدها علشان خاطر دوك اتصرف من دماغه من وراهه وبيعرفها ان هو معرفش مكانه وان هو مستني علشان يقابلوا برده وبيسيبها وبيمشي وايه بتسيبه وبتخش الجوه علشان تتفاجئ اللي بعت له رسائل ما بيردش عليها وبيروح لسون علشان يحكله اللي حصل وسون بيعرفه على موالي الدرع ويونج بيعرف سون على موالي السهم واللي اتنين بيقودوا مع بعض يقولوا يا خيبتاه يا خيبتاه قاعدين والبنت دحكت علينا بس دايما محدش بيبقى عارف ظروف التاني ولا عمل كده ليه بتمر فترة وجوجو بدأت تندم لانها ما عادتش عارف هي عامل تيه ولا بتعمل ايه حياتها بقت حياة بقسة جوجو بدأت تنهار ومعادتش قادرة تستحمل حتى قريبتها الخنزيرة وخليتها المستغربين من المنظر اللي شايفينه ممكن اقف هنا وقول لك حاجة معظمنا مر في فترات زي دي بتبقى لوحدك ومحدش جنبك اقدر اقول لك يا صديقي حكمة سريعة ده بيبقى الوقت اللي انت بتعرف فيه امتك جوجو قررت تفوق وتسلح كل حاجة غلط راحت لسون اول واحد وغرفته انها غلطانة وانها فعلا هي اللي قزته وبتتمنى منه ان هو يسمحها ويكمل حياته من بعدها واكيد هيلاقي حد يحبه وهو يحبه وبيتقبل الموضوع الاول مرة في حياته نروح بي ايوان دوك زي ما بقولك بيكون قاعد في الوقت ده مع يونج وبيحكي له كسة جوجو وانها اللي قررت تفعل الدرع علشان خاطر تظهر عندك في القايمة وانها لو ما كنتش فعلت الدرع امرك ما كنت ارتبط بيها وانها اللي اخترت تفعل السهم وتختارك انت علشان ترن منبه الحب بتاعك وانها بتحبك ونروح لجوجو اللي قررت انها تسافر وراحت مسابقة جاريه ولما بتكون بتجري بتتقلم وبيجيلها كل ذكرياتها بس بتكرر انها تكمل علشان خاطر توصل لخط النهاية وتتفاجئ هناك بان يونج واقف مستنيها ودي بتبقى اول مرة الجوجو تفرح من قلبه ونروح لدوك اللي رجع للشركة تاني وبيعرف المصمم القديم بانه قاله قبل ما ينتحر ان يسيب النسخة الاولينية وما يعملش اي نسخة تانية لان ده هيأثر في الناس والمشاعر ممكن تتغير وده لان الناس هي اللي بتختار بنفسها واكبر دليل قدامك جوجو كان بيديها انها تحب سون بس اخترت انها تكمل مع يونج وبعدها مشاعرها تغيرك ونروح لقريبة جوجو الخنزيره اللي قتلها الفرصة انها تروح تقابل المصمم بنفسها ولما بتكون هناك بتقابل دوك وبتقول انت بتعمل ايه هنا فبيعرف ان هو المصمم بنفسه وهنا اسكوته قليلا بتتصدق وبيسألها لو لسه بتكرهه فبتعرفه انها ما يقنتش بتكرهه قوي يعني فبيريني منبه الكتب وده اصدار جديدها يصدره لسه فبتقوله خلاص ما علينا المهم ان انت لازم توفي بالوعد اللي قلتله عليه وبتسيبه وتمشي علشان ترجع بيتها وبتتفاجئ بان كل الناس بيتكلموا عليها وانها هي ملهمة منبه الحب ونروح لحبيبة سون القديمة اللي كانت من سافرة ورجعت البيت بعد فترة وبتبدأ تشوف الرسالة اللي كانت بتجيلها وبتتفاجئ ان سون كان بيجيلها كل يوم بعدما سافرت على امل انها تيجي وهو يصالحها وبيكون سون جايل لها دلوقت اصلا فبتطلع بسرعة الحق قبل ما يمشي وبعدها بيبعد دوك شريت اللي جوجو علشان يعرفها كل مرة منبه الحب بتاعها ران لما كانت مفعلة درق ولما بيجوا يشغلوه ما بيرداش يشتعل بسبب ان الال قديمة فبيقولوا ان هم كده كده مش محتاجينه وبيسيبوا المكان وبيمشوا علشان يطلعوا بره وبيشتغل علشان نعرف احنا كل مرة ومن هالمرات اللي احنا شفناها على مدار المسلسل وكده بيوضحها لكم وبكده اقدر اقول لكم المسلسل خلص ما تنسوش يقولونا مسلسلات حلوه عشان بعدها تعملها لكم واكيد تشتركوا في القناة واللايك ويلا السلام